موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله على مدار يومين مكثفين استعرض مجلس الشورى ملف سوق العمل في السلطنة كواحد من أهم الملفات التي استحوذت على اهتماماته منذ بداية فترته الحالية فأمام أعمال الجلسة الاعتيادية السادسة قدمت القوى العاملة بيانها التفصيلية الشامل مدعما بالمؤشرات حول واقع التشغيل في القطاع الخاص وتطور حجم الطلب على القوى العاملة والتحولات التي شهدها سوق العمل العماني وتحدياته تشغيل القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص مع تضاؤل الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الحكومي وخاصة المدنية وأكدت على أن قانون العمل سيكون قريبا أمام مجلس عمان البيان أشار بوضوح إلى أن التحديات التي تلف سوق العمل هي كثيرة وتقتضي تكاتفا وعملا جماعيا بدءا من المجتمع ووصولا إلى الجهات المعنية لتحقيق نتائج فعالة ومتقدمة للمعالجة الجذرية سوق العمل سجل زيادة في أعداد القوى العاملة الوافدة ليصل إلى مليون وسبعمائة ألف عامل وعاملة ويرتفع بإضافة القوى العاملة الخاصة إلى نحو مليوني عامل وافد يقابل ذلك زيادة نسبية في أعداد القوى العاملة الوطنية التي سجلت مائتين وثمانية وعشرين ألف مواطن ومواطنة بنهايتي نوفمبر الماضي كثيرة هي النقاشات التي دارت حول الحلول المتوجبة لتجنب الأعداد التراكمية للباحثين عن عمل التي ارتفعت إلى حوالي خمسة وخمسين ألف باحث وباحثة مع بداية ألفين وسبعة عشر تقول وزارة القوى العاملة إن معدل ثبات التعين ارتفع إلى ثمان مرات إلى واحد وبهذه الحسبة يصل عدد من تم تشغيلهم وإحلالهم عام الفين وستة عشر إلى أكثر من خمسين ألف مواطن ومواطنة بسبب دوران العمل يقول متابعون إن التحديات المستعرضة هي نفسها السابقة كتركيبة الهيكلية للقوى العاملة الوطنية ومنشآت القطاع الخاص وتعدد السجلات التجارية وظاهرته التجارة المستترة ودوران العمل وظروف العمل والتشغيل وتطبيقات الحد الأدنى للأجور ومنافسة العامل الوافد للمواطن بالعمل من الباطن وارتفاع معدل ثبات التعين الناجم عن زيادة حالات الاستقالة والفصل وإنهاء الخدمة لجنة الشباب والموارد البشرية بالشورى قالت إن مؤشرات التشغيل في القطاع الخاص لا تسير على ما يرام مستدلة بمؤشر التشغيل المسجل في 2016 وأشارت إلى أن الزيادة في القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص كانت في جميع المستويات الوظيفية وحثت على إيجاد معالجة جوهرية لاستيعاب ألاف الخريجين من الشباب مع بيانات تشير إلى وجود 44 ألف أن يدخلون سوق العمل سنويا وأهمية توحيد جهود التشغيل من خلال المركز الوطني للتشغيل المقترح من تنفيذ والصندوق الوطني للتدريب المنشأ في المقابل يقول مختصون إن على اللجنة أدواراً داعمة منتظرة للمساهمة في تحسين بيئة وظروف العمل من خلال الالتقاء بدوائر القرار في القطاع الخاص كي تصبح عروضه الوظيفية أكثر جاذبية أرحب بضيوف هذه الحلقة سعالة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى الأستاذ سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه أرحب بالضيوف الأعزاء في هذه الحلقة كما أرحب بكم مشاهدين أينما كنتم أعود إليكم بعد هذا الفاصل فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مهلا بكم في روية اقتصادية ونتناول في هذه الحلقة سوق العمل في السلطنة التحديات والحلول أستاذ سالم أبدأ من معك مباشرة عمل جبار حقيقة وجبار جدا تقوم به القوى العاملة فلو ذهبنا إلى إشارة لجنة الشباب والموارد البشرية في مجلس الشورى القوى العاملة تحمل مسؤوليات حوالي نصف السكان مليونين ومائتين وثمانية وعشرين ألف شخص بين مواطن ووافد مواطن ومقيم المواءمة بين متطلبات النهضة الاقتصادية المتسارعة من جهة ومستلزمات ضبط عدد الوافدين الذي حدد بالثلث والآن تجاوز بكثير كيف تسير الآن وكلتم بوضوح أمام الشورى أن اليد الواحدة لا تصفق شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي عبد الله على هذه إتاحة لنا الفرصة وحقيقة الكل تابع المجتمع تابع البيان مجهز الشورى وبالتالي عندما نتحدث عن القوى العاملة الوافدة نبدأ بالقوى العاملة الوافدة كنت أتمنى حقيقة نبدأ بالقوى العاملة الوطنية لأن هي الأساس يعني إيجاد فرص العمل هي القوى العاملة الوافدة مثل ما تابعته هو من ضمن التحديات التي تواجه التعمين وتواجه أيضا لقلة فرص العمل هو منافسة الوافد للمواطن مثل ما نعلم اليوم في مقدمتك وصلوا القوى العاملة الوافدة أكثر من مليونين بما فيهم القوى العاملة الخاصة والوافدين العاملين في المجال التجاري مليون سبعمائة ألف والمواطنين طبعا العملين بالقطاع الخاص اليوم ما يقارب ميتين وثمانية وعشرين ألف مواطن اليوم تمثل القوى العاملة الوافدة أو بالأصح الوافدين من إجمال السكان ما يقارب ستة واربعين في المية خمسة واربعين فاصل تسعة يعني ما يقارب ستة واربعين في المية هذه النسبة عالية جدا ولو استمرنا على هذا الوضع يمكن على نهاية 2017 أو بداية 2018 ربما يصل إلى النص 50% بالرغم أن هناك اليوم لدينا بعض المحافظات من ضمنها محافظة مسقط ومحافظة الظفار ومحافظة لبريمي تقاوز القوى العاملة الوافدة تقاوزت عن عدد المواطنين الموجود في تلك المحافظات فالقوى العاملة الوافدة هي بالفعل لا أقول عائق بما قدر هي من ضمن التحديات فعلا هناك شواغر يجب أن يشغلها المواطن الوافد ما زال متمسك بهذه الوظيفة ناهيك عن موضوع هناك أيضا اتجارة المستثرة هناك مؤسسات كثيرة لو قلنا دخلنا أيضا تفاصيل في العمق نقل إن القوى العاملة الوافدة تتركز في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة هذه المؤسسات اليوم بها ما يقارب 4% تعمين لكن الدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية والأولى بها 96 نسبة تعمين أو نسبة عدد العمانين الذين يعملون في هذه الشركات في أي مواقع يعملون في هذه الشركات في جميع المستويات المهنية طبعا بناتي داخل في هذه الحلقة سنتحدث أين يتواقد العماني وهناك مؤشرات حقيقة مؤشرات إيقابية بأن المواطن بدأ أيضا يتواقد بدأنا نركز على الموضوع الكيف وليس الكام والمؤشرات فعلا تقول كذا يعني بأن هناك في نسب بدأ ترتفع موضوع الأخصائيين موضوع أيضا الوظائف الفنية والمهندسين ولكن أرجع مرة أخرى بداية سؤالك بأن القوى العاملة الوافدة بالفعل أن هناك وظائف يجب أن يشغرها المواطنين ما زال القوى العاملة الوافدة متمسكة بهذه الوظائف وربما أيضا لفترات طويلة هل هناك حلول جدرية لظاهرة التجارة المستترة مطروحة الآن أمام النقاش على جميع المستويات شكرا بدأنا ندخل حقيقة في التفاصيل لا يخفى عليك يعني اليوم هناك كان اجتماع قد نايدة في المجلس العالي للتخطيط هناك لقنا مشكلة وهناك مشروع أيضا تشريع بالنسبة للتجارة المستترة في المنطقة قرار أو عفوا دولة واحدة فقط لديها تشريع للتجارة المستهلة المملكة العربية السعودية وهناك عمان الآن لدي هذا التوقف أن يجب أن يكون هناك تشريع أيضا للتجارة المستترة هناك لقناة تشكلت في وزارة التجارة وأوحيل هذا الموضوع إلى المقص على التخطيط والآن يدرس في المقص على التخطيط أيضا موضوع التجارة المستترة هي مؤثرة مؤثرة جدا حقيقة تجارة بإقراء قانوني منظم وأيضا يعاقب من يقوم بالتجارة المستكرة ومن يشغل أيضا العمال الذين يشكلون جزء من هذه التجارة في ضو هذا المؤشر أستاذ سالم هل تطور حجم الطلب من القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص فعلا بناه هذا القطاع على حاجة فعلية دائما أم أحيانا زيادة عن الحاجة وما هي المراجعات القائمة في هذا الاتجاه وجدنا أن من بين المراجعات التي اتخذتها الوزارة هو رفع الرسوم على استقدام العمالة التجارية أو القوى العاملة التجارية والخاصة في حدود معينة هل هذا الإجراء بدأ يحسن الموقف العامل؟ هو أخي عبدالله بالنسبة لرفع الرسوم ربما عامل من عوامل للحد من استقدام القوى العاملة الوافدة ويعطاء الفرصة للمواطن لإيقاد فرصة عمل بالقطاع الخاص طلب الشركات الزائد هل دائما وفق الحاجة الخالية؟ دعنا نقول شيء آخر سؤالك ممتاز جدا في بداية الحديث بأنه هل فعلا نحن بحاجة للكم الهائل من القوى العاملة الوافدة الموجودة في البلد؟ ممكن أقول لك نعم في بعض القطاعات بحاجة إلى هذه القوى العاملة الوافدة نعم في بعض المؤسسات بحاجة إلى القوى العاملة وسنبقى بحاجة ولكن هناك فعلا زيادة في بعض القطاعات يعني عندما نتحدث اليوم قطاع البنوك حقيقة وربما دائما نستشهد بهذا القطاع القوى العاملة كلها الوافدة والمواطنين في حدود 19 ألف عامل يعملوا من ضبطهم 15 ألف مواطن و3000 ووافدين ولكن في بعض القطاعات حقيقة وخاصة في الدرجات الدنيا عندما نتحدث عن الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والتي بها أكثر من 700 ألف وافد يعملوا اليوم أكبر المخالفات حقيقة والتقاوزات تأتي في هذه الدرجات ولا تقوم بتعيين مواطنين يعني لو نحن نتحدث عن الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والتي تملك أكثر من 160 ألف مؤسسة لو نفترض أن هذه المؤسسات عينت شخصا عينت شخص لدينا اليوم ما يقارب 160 ألف مواطن يعملوا لدينا اليوم مواطن أنا لا أقول يعني أقول باحثين عن عمل يستطيع أن يديروا مؤسساتهم وبدأ هناك إجراءات فيما يتعلق بتكثيف الرقابة الميدانية حقيقة في جهود مشتركة ساعات المهندس واقع السوق العمل يشير بوضوح إلى أن التحديات التي تلفه كثيرة المطلوب كما تشير وزارة القوى العاملة عمل جماعي يتعاون معا لتحقيق نتائج فعالة وجذرية وسريعة كيف لامستم في اللجنة هذه المسألة بفكرة فريق العمل المشترك وهو طرح في نقاشات ميجلس الشورى لمعالي وزير القوى العاملة على مدار يومين هل كنتم في اللجنة أيضا بمسح للقوى للباحثين عن عمل نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي عبدالراض الاستضافة أنا سعيدكم أخي سالم وأخ أحمد لمناقشة أعتقد الموضوع مهم جدا وملف مهم جدا يعني أعتقد يعني بفئة كبيرة جدا مثل ما ذكرت يعني أصحاب الأعمال العاملين وكذلك الأهم منهم الباحثين عن عمل على مدى يومين مثل ما ذكرت يعني قد يكون حتى البيانة الوزارة نفسه واحدة من هذه الأعمال المشتركة من المجلس والمعنيين في الحكومة لمناقشة هذا الملف وما طرح فيه حقيقة من الجانبين سواء من أصحاب معالي الشيخ وزير القوى العاملة أو من أصحاب السعادة أعتقد كان يحمل هم مشترك يعني جميعنا يعني سواء الحكومة أو مجلس الشورى يهمهم وكان شفافا في حقيقة في كل الأطروحات وهذا مطلوب وعقيقة معالي الشيخ دائما يتميز أنه بطرحه للأرقام بشفافية وعرضه سواء من خلال البيان أو العرض المالي يستعرض البيانات بشفافية وهذا حقيقة أنا دائما أثني على هذا الجانب لأنه معرفة الأرقام يعني بوضوح أعتقد يساعدنا على وضع الحلول ومعرفة التحديات مثل ما قال الأخ سالم قبل شوي عن القوى العاملة الوافدة بالتالي يعني أحنا في اللجنة عموما يعني اهتمينا بموضوع التشغيل اهتمينا بموضوع البحثين عن عمل خلال المجلس الشورى في الفترة السابقة أجروا دراسة شاملة عن البحثين عن عمل هل أجريتوا مسحا لسوك العمل؟ نعم أحنا في أي دراسة نعمله طبعا نستضيف كل الجهات المعنية آخر دراسة كان عن موضوع التحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية قمنا باستضافة أصحاب الأعمال قمنا باستضافة كذلك الممثل للعمال قمنا باستضافة المسؤولين من وزارة قوى العاملة قمنا باستضافة اللجان المعنية مثل لجنة موارد بشرية في غرفة التجارة لمعرفة الواقع الحقيقي وهي استجيل قوى العاملة بالتالي نقف على الأرقام الحقيقية وكذلك تصل الأرقام من الجهات المعنية مثل المركز الوطني للأحصال المعلومات وكذلك وزارة القوى العاملة بالتالي الأرقام أعتقد هي واضحة ومحددة ونتفق عليها ما ذكره مع الشيخ أن هذه الأرقام هي ما يحتاج نتحدث عنها سواء حجم العمالة الوطنية حاليا 128 ألف في القطع الخاص العمالة الوافدة في فئة العمال التجارية حدود 1.700.000 وكذلك الباحثين عن عمل اللي ذكرتهم 55 ألف فهذه العمال أعتقد الأرقام واضحة وتحدياتها واضحة سواء ألقوا العملة الوافدة وما يتبعه من تحديات سواء اجتماعية أو اقتصادية وغيرها بالإضافة تحديات الاجتماعية حجم المبالغ المحولة إلى خارج السلطن تجاوز أربع مليار العمال من فئة الآن تزيد عن هذا المعدل في الوقت تجاوزت أربع مليار فهذا كذلك تحدي آخر في ظل الظروف الاقتصادية التي يجب أن نقف عليها لكن في المقابل كذلك مثل ما ذكر معالي الشيخ في بيانه المراد عمل جماعي يتعاون معا بين المجتمع والجهات المعنية بالتشغيل وبالتوظيف وحقيقة لبلورة رؤية واضحة للتشغيل السنوي في القطاع الخاص على وجه التحديد باعتبار أن الحكومة الآن تعول على هذا القطاع في توفير هذه الألاف من فرص العامل كان بيان الصادر من وزارة المالية مطلعة العام واضح جدا محدودية التشغيل في القطاع العام وأعتقد جميعنا نتفق أنه ما في هناك مجال لتوظيف أي أعداد كثيرة في القطاع العام وأعتقد آخر إعلان للخدمة المدنية واضح العدد المحدود جدا من الفرص المتاحة بالتالي ما هو متاح ما منه هو القطاع الخاص على الأقل في القطاع المدني نعم قد يكون قطاع الأسكري قد يستوع بعض الرقام ولكن رغم ذلك تبقى الأرقام 44 ألف أعتقد يجب جميعنا أن نتعاون وما طرحوا مع الشيخ من وجود معرض للتشغيل ودعوة مجلس الشورى أن يكون مشارك طبعا قبل بالترحاب من قبل مجلس الشورى سنتحدث عن هذه الجزئية سعادة المهندس عفوا كثير من الحقيقة من المتابعين يذهبون إلى أن البداية ينبغي أن تكون من إيجاد بيئة يعني بيئة عمل مساعدة حقيقة على الاستقرار الوظيفي للكادر الوطني هذه جزئية في غاية من الأهمية وتعتبر البداية لرصف الطريق وتمهيد الطريق للتشغيل في القطاع الخاص اللجنة من خلال الأعمال التي قامت بها والتقاها بأصحاب الأعمال هل التقيتم بدوائر القرار في القطاع الخاص حول هذه المسألة لأن هذه المسألة يعتقد كثير من الخبراء بأنها جوهرية أولا أحسن ظروف بيئة العمل في القطاع الخاص لتصبح أكثر جاذبية للقوى العاملة الباحثة عن عمل نعم بالفعل نحن نتقينا ما فقط مع صنع القرار ولكن أصحاب المؤسسات الكبيرة أنفسهم وحضروا معنا حقيقة وجلسنا معهم جلسات مطولة للاستمع لهم ما هي النتائج؟ حقيقة هناك اختلاف من مؤسسة إلى أخرى وأعتقد هناك اجتهادات بعض المؤسسات الكبيرة والتي ربما تعمل في نفس الأعمال المتشابهة هناك مؤسسات استطاعت حقيقة حتى في العمال الإشرافية والقيادية أن تصل إلى الأرقام طموحة جدا تصل إلى 30% تكلم مؤسسات خاصة غير حكومية بالمقابل هناك مؤسسات لم تتجاوز 3% بالتالي هذا مؤشر أن هناك عبارة عن اجتهادات شخصية لا ينظمها قانون حاليا لذا نحن اقترحنا في مجلس الشورى أن تكون كذلك التعمين مثل ما ذكرت الأخصى من الفترة المقبلة أن لا يكون فقط كمي ولكن نوعي بمعنى تستهدي في الفئات وفق إجراء قانوني وفق إجراء قانوني ونسب محددة وأنا أقول لك ليش أخي عبدالله ربما هذا سيتضمنه قانون العمل الجديد الذي سيعرض عليكم قريبا قد يكون ولكن أعتقده أكثر أن يكون لوائح داخلية ربما تنظم هذا الجوانب لكن ربما ما استوقفني في بيانات معالي الشيخ السابقة ونحن نعد لهذا البيان أنه في 2013 و2015 أو 2011 كان دائما يتذكر أنه التحدي الأبرز في توظيف العمانيين أنه أكثر الباحثين أن عملهم مستوى الدبلوم العام وما دون بينما هذا العام علي طرح تحدي جديد أنه أغلب الباحثين هم من أصحاب المؤهلات الجامعية بالتالي حتى النوعية تغيرت التركيبة الهيكلية للمخرجات في السلطنة وبالتالي التحديات تغيرت كذلك يعني بمعنى اليوم أننا نحتاج أن نركز على هذه الفئة في الفترة المقبلة بالتالي أصبح الضرورة وجود تعمين على المستويات المختلفة وليس رقم واحد فقط نسبة محددة لكل المستويات والجهد الوطني قائم على موضوع ربما المركز تشغيل الموحد مهندس أحمد منذ الندوة الأولى في عام 2001 وواحد تشكلت اللجان القطاعية للتعمين أعيد تشكيل هذه اللجان كما تذكرون في 2011 كانت ترأس من قبل أصحاب السعادة وكلاء وزارات الآن من قبل ممثلين ومسؤولين من القطاع الخاص ماذا أنجزت هذه اللجان علما بأن القوى العاملة في الواقع تشيد بلجنتكم في الكهرباء والمياه من خلال ما أنجزته حتى الآن نتحدث عن عموم النتائج التي أنجزتها هذه اللجان اليوم بعد مضي أقد ونصف من الزمن عليها بسم الله الرحمن الرحيم أشكرك للأخ بل على الاستضافة ورحب بالضيوف سعادة الأخ محمد وأيضا ساد سالم طبعا بالنسبة للإنجازات اللجان أعتقد لجان التعمين الآن هو وضعها صحيح أن القطاع الخاص هو قريب من أعتقد العمل ميدان العمل هو أعتقد الجهة المختصة التي يمكن أن يساعد الحكومة على اتخاذ القرار المناسب في كل قطاع على حدة بالضبط في كل قطاع على حدة والإنجازات كلها أنجز لجنتنا كانت متميزة وسبب تميزها أنه رفعنا طبعا النسب كيف تطرحون تجربتكم الآن من خلال هذا البرنامج على باقي اللجان الكطاعية من خلال النجاحات التي يعني توصلتم إليها ودائما عندما نتحدث عن التعمين في القطاع الخاص دائما نقدم مثالا القطاع المصرفي الذي حقيقة أثبت فيه الكادر الوطني كفاءته بامتياز صحيح طبعا التجربة التي اخذناها أولا لازم نرى القطاعات هذه القطاعات تكون جاذبة للعمل في المقام الأول بيئة العمل جاذبة أيها بالضبط كيف تكون جاذبة جاذبة من ناحية الاستقرار الوظيفي ما في دوران وظيفي والإشكالية الآن في الدوران الوظيفي وارح دوران الوظيفي طب يعني إذا ما كان قطاع مستقر يكون صعب أنه أعتقل يتمكن العماني من العمل فيه ثانيا هناك أرباب العمل في القطاعات الأخرى عفوا المقاطعة مهندس تعتقد بأنهم يعني جادين لتحقيق بيئة عمل أكثر جاذبية للقوى العاملة سؤال وجيه طبعا هو وجود هيئة للتنظيم في قطاع الكهرباء أنت أشرت لقطاع المصرفي وقطاع الوساطة المالية في البنك المركزي طبعا فيه أطر قانونية تشريعية نظمها البنك المركزي بالضبط وفيها التزامات قانونية والتزامات مالية أيضا فهذا يساعد على عملية تمكين العمانيين في القطاع هذا هو العامل الرئيسي في زيادة النسب أحنا ارتقينا في لجلتنا أن القطاع أصبح رقم واحد طبعا جاذب في هيئة أيضا نتعاون معها كثير هي تنظيم الكهرباء أيضا على نفس الغرار في قطاع البنكي هناك البنك المركزي يساعد طبعا القطاع على النمو الوزارة العمل قائمة طبعا قول العاملة بدور كبير من ناحية القوانين ووضع القوانين ووضع الاستراتيجيات طبعا الخطة الخمسية التاسعة أشارت إلى وضع استراتيجية هناك استراتيجية عامة بتشغيل 200 ألف وذكروها أعتقد في اللجنة 200 ألف وظيفة 200 ألف وظيفة نعم طبعا هناك تحديات 200 ألف وظيفة نعم هناك تحديات في القطاع الآن نحن مقبلين على مثل ما تفضلت في بداية الحديث على أعتقد تسارع الاقتصاد بيكون تسارع وأسرق من هذا فأيضا هناك أيضا في الشباب أيضا اللي هم بحثين على العمل لهم دور كبير في المرحلة القادمة يعني لازم الشاب أيضا يسوق لنفسه يستقر في عمله بالضبط ودائما النجاح يولد من رحم التحدي نعم نحن يعني أنت الحين تفضلت الأخ عبد الله وقلت أنه هناك تقريبا 1.700.000 وافد في القطاع الخاص. 700 ألف. 700 ألف. يعني معناه هذا مؤشر. أنا بالنسبة لي مؤشر كبير. أنه فيه أيضا وظائف. نعم. إذا نحن لازم 55 ألف. يعني رقم بسيط أمام هذا المعدل الضخم. الباحثين على العمل. صحيح. طيب مهندس أحمد. هل أصبحت لدى هذه اللجان بعد كل هذه التجربة الطويلة من العمل في الواقع خطة عمل واضحة للتشغيل والإحلال على نموذج القطاعات الناجحة التي ذكرتها. صحيح. نعم. كل لجنة فيها طبعا تقدمت باستراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى. وفيهم عندهم أيضا طبعا دراسات ميدانية. هذه الدراسات الميدانية هي تعتبر خطط العمل بالنسبة لهم. لأنهم لازم يتأكدوا أن قطاعاتهم تقدر توظف العمانين. الفرص موجودة. طبعا بالنسبة للخطط كل لجنة على حدة عندها أيضا برنامج أعمل. وبرنامج أعمل تم وافق عليه من قبل اللجنة الإشرافية. بس طبعا تتعرف الأخ عبد الله أن هذه الأمور يحتاج وقت أيضا. وفي أيضا قطاعات الإنتاج الثلاثة أيضا يكون فيه تعاون وتنسيق. عملية أيضا تنسيق بين القطاعات. لكن كان المقصود أنه مضى على عمل هذه اللجانة خمسة عشر عاما. الظبط أيضا. وطبعا في خمسة عشر عاما أنجزت الكثير من رأيي من رفع النسب. طبعا يعني نحن نتكلم عن في 2010 عدد العمانين في قطاع الخاص لا يتجاوز 151 ألف الآن 228 ألف القطاعات أيضا الثانية الآن نحن قابلين على أيضا المبادرة الحكومية اللي هي الشراكة بين الحكومة وبين القطاع الخاص. البرنامج هذا وبناء القياديين نعم فإيضا هناك بالضبط يكون فيه الناس يتوجهوا إلى ريالة الأعمال ريالة الأعمال تعتمد على اقتصاديات البلاد البلدان هذه تعتبر طبعا أحد العناصر الرئيسية في رفع الاقتصاد اللي هي الشراكة والإنتاجية والإنتاجية فاللجان طبعا قامت بدور كبير طبعا اللي جان مثل ما تعرف اللي جان إشرافية تعمل جنبا إلى جنب مع هزارة القوى العاملة ومشكورة وتحتاج أيضا وقت أكثر إلى أعتقد زيادة النسب ودراسة زيادة النسب لا يمكن نحن أيضا نزيج النسب بدون ما نعرف نوعية الوظائف طبعا هناك شح أيضا في بعض الوظائف يعني أنت تستغرب أنه في بعض القطاعات فيها نقص عجز كبير في الوظائف نعم يجب رفض هذه طبعا القطاعات بالقوى العاملة المطلوبة مثل ما تفضل أستاذ سالم الآن هم يتوجهوا إلى الكيف وليس بالكم طبعا فأيضا هناك لازم نحن أيضا نشوف هل تركز اللي جان على هذا المسار بالضبط أنه على كل قطاع أن يقدم خطة عمل واضحة في كل سنة ميلادية بحيث أنه يتم تعيين من هذا القطاع أو ذاك هذا المعدل المطلوب وبالتالي تتحلحل تدريجيا هذه المسائل موضوع العدد التراكم من الباحث يعني عمل رغم أن العدد بسيط يعني نريد أيضا أن نقدم رسالة يعني إيجابية جدا بأن العدد بسيط ويستطيع القطاع الخاص أن يستوعبه بكل أريحية وبكل سهولة وبكل مرونة صحي نعم بس لكل قطاع مثل ما تعرفين تحديات نعم نعم في قطاعات خاصصية في قطاعات عامة ممكن تستقطب كثير من القوى الوطنية القطاعات الخاصصية يحتاج لها أيضا تأهيل يحتاج لها أيضا دراسات كثيرة فأعتقد أن مثل ما تفضلت أن العقام يعني كما يبدو أنها قليلة وممكن نحن نستوعب طبعا القطاع الخاص نستوعب النسب هذه لو توفرت مثلا كثير من الشروط يعني على أساس أن العماني يقبل للوظائف هذه طبعا نحن قطعنا شروط كبير في قطاع الكهرباء يعني بالنسبة لعملية الأحلام في برامج وضعناها سنويا وأهداف لو شفت القرار الوزاري اللي تبنينا احنا المشروع القرار 248 على 2014 التعمين النسب في مرحلية يمين أستاذ سالم كيف يمكن أن نعمم هذه الفكرة الناجحة أو هذه المسارات الناجحة سواء في التأمين في الوساطة المالية في القطاع المصرفي في الكهرباء والمياه على باقي القطاعات في الواقع واضح من المهندس أحمد يقول أن البداية كما قدمنا في بداية البرنامج أن البداية هو تحسين بيئة العمل والعروض المقدمة من أرباب العمل ومن أصحاب العمل للباحثين العمل واليوم حقيقة من خلال هيئة سجل القوى العاملة واضح أن معظم الخريجين هم جامعيون ودبلوم عالي شكرا أخي عبدالله حقيقة أنا استشهد بدراسة عملناها وقدنا استقرار القوى العاملة الوطنية يتوقف على ثلاث عوامل رئيسية أول شيء الدخل الجيد أو الراتب الجيد والحوافز الجيدة بيئة العمل الجيدة والإدارة الجيدة هذه العوامل الثلاثة انطبقت على قطاع البنوك وانطبقت على قطاع أيضا الكهرباء والمياه بالتالي البنوك بيئة عمل جاذبة إدارة أيضا كانت جيدة وكانت هناك متابعة على صيقة حقيقة من البنك المركزي وقال أنها مدعمة بإجراءات ومدعمة بإجراءات بخطط واضحة بفترات زمنية كانت آليات تنفيذ حقيقة واضحة جدا في قطاع المصرف كيف نسقط هذه الإجراءات التنظيمية على القطاعات الأخرى هذا الدور الكبير الآن ستلعب حقيقة للجانة القطاعية اللجانة القطاعية طلب منها الآن أنها تقدم خطط واستراتيجيات خلال الفترة القادمة وأول لجنة حقيقة قدمت خطة استراتيجية هي لجنة الكهرباء والمياه وخلال الاجتماع الماضي اللي عقد للجنة الإشرافية قدموا الموقف التنفيذي للجنة الكهرباء والمياه وقدوا المؤشر بالفعل وخاصة في المهن القيادية نتحدث عن رئيس تنفيذي نتحدث عن مدير المدير عام الذي يفسح الطريق يفسح الطريق للباحث العمل للانخراط إلى سوك العمل وقدنا أيضا اليوم مؤشراتنا بالنسبة للوظائف القيادية في تزايد اليوم في نهاية 2016 لهدينا ما يقارب أكثر من 11 ألف مواطن يعملوا في المهن القيادية مقارنة مع السنوات الماضية نتحدث على هذه الطاولة وتذكر أخي عبدالله خلال السنوات الماضية نقول بأن التركيز على الوظائف البسيطة ولكن ربما ذلك اليوم نتحدث على مبرر وهو أن أغلب الباحثين عاما يقارب 86% غير مؤهلين مهلين وهم مخرجات دبلوم التعليم العام فما دون اليوم الحكس يعني الهرم انقلب تماما وقدنا اليوم أنه في نمو في الاختصاصيون وزاد الملتحقون بالجامعات وقدنا اليوم نتحدث عن نسبة وعرضت في الشورى نسبة الاختصاصيون العمانيون نسبة التعمين وصلت إلى 21% نتحدث أول نسبة ما وصلنا حتى 10% أيضا المؤشر القيد حقيقة بأن المحدود المهارة وهم مخرجات الغير مؤهلين أو المدربين خلال أقل من سنة وقدنا في تناقص وصلت أقل يعني في حدود 14% أيضا أقل من كعدد من الفترات الماضية فبالتالي أن المؤشرات حقيقة مؤشرات إيقابية إذا ما تكاتفت العوامل تعاون الجهات هذا طبعا بداية حديثك أن اليد وحدة لا تصف القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته وبالتالي أن أيضا حتى المجتمع مطالب نتحدث قل ما نقول أن نكون أيضا موظفين في الحكومة أيضا نحن مواطنين وبالتالي علينا مسؤوليات أيضا يجب التبع أستاذ سالم هل ستذهبون بالنسبة للشركات وخاصة الكبيرة المعول عليها في إلحاق عدد كبير من الباحثين على العمل من الكوادر الوطنية إلى معادلة المكافأة بالنسبة للشركات التي تستجيب وأيضا الجزاء بالنسبة للشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية هناك أخي عبدالله لدينا أكثر من مشروع وربما أيضا سعادت أيضا ذكر أو أشار لبعض النقاط في تنفيذ على سبيل المثال كان هناك نقاش كبير على موضوع أن التركيز على الكيف وليس الكم ومن ضمن أيضا المبادرات الآن والوزارة تقوم بدراستها أن لماذا لا نحتسب المواطن الذي يتعين في القطاع الخاص بوظيفة قيادية كمدير مثلا أو وظيفة أعلى من مدير لماذا تحسب أكثر من شخص هذا أيضا تكسب عاملين العام الأول أن تشجع القطاع الخاص يقوم بتعيين مواطنين في وظائف قيادية وتشجع أيضا حتى المواطن أن يلتحق بالقطاع الخاص وبالتالي أن نسبة التعمير ربما تكون أفضل من النسبة التي نتحدث عنها في الوقت الحاضر هناك أيضا تركيز أيضا على موضوع الشركات التي قامت بتعيين أكثر من النسب المفروضة أو نسب يكون أفضل من المستهدفة هناك أيضا توجه لدى الوزارة بإحالة جميع هذه الشركات ومنح البطاقة المميزة وبالتالي تستطيع أن تحصل على خدمات الوزارة في أسرع وقت ممكن لأنها أيضا شركات حقيقة قادرة لتحقيق نسبة التعمير وقادرة بتعيين عمانيين ولكن نرجع بأن في وظائف بالفعل نحن بحاجة لها لأن نعلم اليوم أكثر من 50% ما يقارب 56% الباحثين عن عمل هم مخرجات الجامعات والمخرجات الدون الجامعة وخلينا نتحدث عن دبلوم التعليم العام حقيقة بدأ يقل بنسبة كبيرة جدا نعم هو حقيقة يعني دوائر التشغيل ومدريات التشغيل لديكم في الوزارة أستاذ سالم قائمة بدور كبير حقيقة في محاولة الضغط على هذه الأرقام الكبيرة هل توجد قاعدة بيانات واضحة للخريجين ولتخصصات الخريجين بحيث عندما تتقدم أي شركة من هذه الشركات لطلب كوة عاملة وافدة يخضع طلبها إلى هذه القاعدة من البيانات إن توفر البديل العماني يقال لها هذا البديل العماني ولا يسمح باستقدام هذه الوظائف القيادية والإشرافية تلزم بتشغيله ويلغى طلبها المقدم في هذا التخصص أو ذاك من خلال قاعدة البيانات الموجودة على النظام الآلي ولا يمكن أن يقوم الموظف بصرف أي طلب في حال وجود البديل شكرا على هذا السؤال حقيقي هذه مرحلة الإحلال ونحن لم نصل إلى مرحلة الإحلال لأن أصلا النسب التي أقرت من قبل الليجان القطاعية لم تطبق اليوم نادرا شركة طبقت النسب وبالتالي كقاعدة بيانات بقيك أخي عبدالله كقاعدة بيانات هي موجودة واليوم هيئة سجل القوى العاملة تبني قاعدة بيانات جديدة وربطها مع جميع المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة القوى العاملة وبالتالي عندما تكون عندنا قاعدة البيانات ولدينا ربط بين الهيئة والوزارة نستطيع نقول لصاحب العمل أنه طالما موجود عماني باحث عن عمل إذن الأولوية للمواطن هذا مشروع قائم ولكن لا تنسى حتى قانون العمل اليوم يعطي الأولوية للتعيين للمواطن قبل الوافد لا ننسى أيضا كذلك تم التنسيق مع منشآت القطاع الخاص ولا ننتظر أن الشركة أو المؤسسة ستتقدم بخطة التعليم ساعة المهندس أشير إلى اقتراح تشكيل فريق مشترك لوظائف القطاع الخاص في الجلسة في لقاءكم بمعالي وزير القوى العاملة ما شكل هذا الفريق وكيف ستكون آليات عملي هل بدأتم تشتغلون في اللجنة على هذا المقترح طبعا الموضوع طرح كمقترح ولكن مثل ما ذكرت لك مجلس الشورى يرحب بأي نوع من التعاون بالعكس الموضوع لا يمكن أن نلقي العبء الكبير على الوزارة القوى العاملة أعتقد ما لديها من مسؤوليات وحجمها كبيرة جدا حقيقة ويجب أن نتعاون جميعا مثل ما ذكرت مجلس الشورى مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع والمجتمع والشركات ولكن أخي عبد الله أنا أريد كذلك أن لا نقلل من حجم التحديات ونكون كذلك واضحين في الطرح هذا القطع الخاص اللي نعول عليه الكثير يجب أن نتوقف عند الأرقام لنستطيع أن نستعد لمستقبل بشكل جيد خلال الخطة الخمسية الثامنة حجم الفرص الوظيفية الجديدة اللي تم استحداثها في القطع الخاص خلال خم سنوات فقط 14800 ضيلال خمس سنوات 14865 تحديدا خلال 2016 عام كامل الفرص الوظيفية الجديدة الإضافية اللي تم استحداثها في القطع الخاص فقط 6620 مقابل 44000 باحث عن عمل أو يدخل السوق العمل سنويا بالتالي هل القطع الخاص قادر باستثناء الإحلال سعادتك الإحلال يعني معدل ثبات التعيين وصل من ثمانية إلى واحد يعني عندنا طبعا الدوران الوظيفي وذكر المهندس أحمد كذلك المجمل أكثر من خمسين ألف إذا احتسب موضوع الإحلال أنا نتكلم عن الوظائف الجديدة الإضافية اللي تضاف كل عام يعني في خلال الخطة الخمسية كان معدل أقال من ثلاث تلاف سنويا فرصة جديدة تدخل في القطع الخاص إضافية 2016 فيه تحسن وصل إلى 6600 تقريبا هذا مؤشر جيد إنه فيه تحسن ولكن نحن نتكلم كذلك العدد المطلوب السقف آل بكثير حدود 44 ألف تكلم المهندس أحمد كذلك على 20-20 نحتاج إلى تقريبا 220 ألف وأكثر فرصة وظيفية جديدة والمعاولة على القطع الخاص بالتالي يعني يجب أن نكون يعني نستوعب هل القطع خادر يستوعب مع الظروف والتحديات الحالية كيف على القطع الخاص أن يحسن عروضه الوظيفية لأبناء الوطن أخي عبدالله أنا لا أريد أن أرقي كل اللوم على القطع الخاص لكي لا نخفق بعد فترة يعني هناك ذلك يجب أن نتعاون مع القطع الخاص لكن نقول أن هناك لجان قطاعية نجحت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتشغيل بينما بقيت بعض اللجان هو على سبيل المثال قطع المصرفي وقطع الكهرباء قطع الاتصالات قطع النفط والغاز هذه قطاعات تحقق أرباح جيدة في المقابل وكذلك القطاعات الأخرى هي قطاعات يعني تجارة عائلية حتى قطاع الطيران ساعتك يعني رغم أن مثلا على سبيل المثال بعض الأجزاء في شركات الطيران محققة خسائر لكنها تفرد مساحة كبيرة للكيادر الوطني في جميع المستوى لأن هذه المؤسسات كذلك لديها دور تنموي ومجتمعي يجب أن تحافظ عليه مثلا القيمة المضافة من الطيران العماني أن يقوم بتشغيل عدد جيد من العمانيين بالتالي أنا أكون كذلك منطح في الطرح يجب أن مؤسسات القطاع الخاص أن تقوم بدورها كذلك يجب أن تدعم حقيقة يعني اليوم نتكلم عن يعني مخرجات مختلفة يعني نتكلم عن مظائف قيادية وإشرافية دعم إجراءي تقصد لا هي بحاجة إلى إكسابها مهارات جيدة يعني اليوم ربما إن مجلسنا مع أصحاب المؤسسات يشتكوا أنه الشباب العماني يحتاجوا لمهارات عندما استضفنا معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي قالت هذه مسؤولية القطاع الخاص يعني إكساب المهارات للباحث العمل أو للخريج ولكن إذا جلسنا مع أصحاب العمال يقول هذا ما دورنا نحن نريد الشاب يجينا جاهز عندهم مهارات نكسبه يعني معنا اليوم الخريج جمع سيأخذ مستويات لكن المسؤولية الاجتماعية سعادتك تحتم على القطاع الخاص يعني يكون بمسؤوليات التاهلية سنسوك مثالا على هذا كنا من خلال هذا البرنامج قدمنا حلقة في الدكم ولاية الدكم وكان معنا المستثمر الصيني الذي استثمر أكثر من عشرة مليارات دولار وسألنا عن ما هي الخطة التشغيلية للقرية الصينية قال سنوظف ألفي عماني في القرية الصينية وقبل أن يلتحقوا بالعمل في القرية سيلحقون ببرنامج تأهيل لمدته سنتان في الخارج لماذا هذه الشركات لا تقوم بهذه الرؤية لا تترجم هذه الرؤية هذا جيد وأنا سأخطق مثال آخر في مؤسسة عائلية وصلت التعمين فيها 30% في الوظائف القيادية والشرفية ومؤسسة أخرى عائلية كذلك كبيرة بنفس الحجم 3% تالي أنا حقيقة نكون عمليين كذلك في الطرح نفس الشيء لا نعاول كثير على القطاع الخاص لأنه قطاع ربحي وهذه مؤسسات خاصة ولكن نطلب منها أن تقوم بواجبها ونساعدها كذلك أنا أجيك إيش هي الفكرة الموجودة أساسا نحن نحتاج إكساب مهارات الحكومة تستثمر مبالغ كبيرة جدا في الشاب العماني 12 سنوات وفي الدراسة تقريبا معدل الاستثمار في 2000 ريال 5 سنوات وفي الدراسة الجامعية تصف علينا أقل من 2500 ريال لكن الطالب الجامعي ما هو التأهيل المطلوب لك أنا أقول لك يعني أعطيني فرصة أكمل لك النقطة بعدما يتخرج الطالب هو يحتاج مهارات معينة لدخول سوق العمل بالتالي الآن أنشئ الصندوق الوطني للتدريب ما هو مطلوب من الصندوق الوطني للتدريب أن يقيم بعض الدورات التأهيلية أو يكساب المهارات لدخول سوق العمل بالتالي قطعنا الحج على القطع الخاص أن هذا الشاب ما مؤهل وما عند مهارات بعد ذلك يتم الاستثمار في هذا الشاب كذلك من خلال الصندوق الوطني يكسابه مهارات إضافية ليتولى الوظائف الإشرافية والقيادية المحصلة النهاية نحن نريد شباب عمان يقوم بقيادة القطع الخاص إذن يجب أن يستمر الاستثمار وبالشراكة مع القطع الخاص الحكومة تقوم بدورها وكذلك القطع الخاص كذلك أخي عبدالله عموما حقيقة ربما هذا مقترح أن الفترة الأخيرة تم استحداث رسوم إضافية مئة ريال مثلا للعمال التجارية هذا المئة ريال لأن أخطرح أن تذهب مباشرة للصندوق الوطني للتدريب يجب أن نستثمر في الموارد البشرية العمانية إذا أردنا فلان نحق النجاحات لكن حاليا هناك ظروف مالية ضغطت على مونس إلا الموارد البشرية هل نقطع التدريب الأساسي ونقطع التدريب الجامعي استثمار في رأس المال مهم يجب أن نستمر الاستثمار ولذا وجد الصندوق الوطني للتدريب سعادتك شاركتم في تنفيذ الذي انبثق منه فكرة البرنامج الوطني للقيادات كما تعلمون لتأهيل قياديين عمانيين في القطاع الخاص من رئيس قسم نقول إلى مدير عام في مؤسسات وشركات القطاع الخاص كيف يسير هذا المشروع من خلال متابعتكم وما أهميته لمسار التشغيل في غضون السنوات القليلة القادمة حاليا يشغل هذه المواقع كما تعلمون أكثر من خمسين ألف العمانيون يشكلون فقط عشرين في المئة صحيح وطبعا هذا من مواقع الدراسة التي أجرتها مجلس الشورى خلال الفترة السابقة يعني وقفنا على هذه الإحصايات والأرقام وفعلا كانت أرقام واضحة ومحددة ومصدر للتحويلات كبير هذه المواقع يعني يعني معظم الرواتب تمشي لهذه الفئة بالتالي حقيقة عندما طرحت المبادرة في تنفيذ يعني قيبل بالترحاب كبير من وزارة القوى العاملة معالي الشيخ تحديدا حقيقة وجميع العاملين أنا فعلا بحاجة في هذه المرحلة إلى إيجاد يعني جيل من القيادات الشابة من الشباب العماني والمبادرة طبعا أقرت من خلال برنامج تنفيذ وحاليا يعني في وزارة القوى العاملة هناك فريق عمل مشكل للأخذ بهذه المبادرة إلى طور التنفيذ أعتقد المبادرة يعني حسب متابعتي وأنا سعيد أن أكون معهم حقيقة كشريك كذلك في هذه المبادرة أنه يعني يهمنا جميعا أن ننجز هذه المبادرة أنه الهدف منه طبعا يعني إيجاد جيل مؤهل لديه القدرة على الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص وحسب طبعا متابعتنا البرنامج كل المبادرات تنفيذ فيها برنامج زمني لتطبيقه هناك مؤشرات أداء واضحة هناك تحديد لكلفة يعني إقامة هذا المشاريع إلى الآن المشروع حسب متابعتي يعني ماشي في إطار الصحيح ولكن ما أتمنى حقيقة أن الجهات الحكومية الأخرى المعنية في هذا الجانب كذلك تسرع وتعاون وزارة القوى العاملة في سرعة إنجاز هذه المبادرات أنت ذكرت مبادرات تنفيذ وحقيقة هذا جيد جدا لأنه الكثير يعول على مبادرات تنفيذ وربما المهندس رحمة تكنم قبل شوية موضوع الزمن وجاء تنفيذ بالتنفيذ بطبيعة الآن اللي جاء القطعية يعني أخذت بعض الوقت ولكن نحن الآن في مرحلة نحتاج نكون أسرع اختزال الزمن يعني بذلك وخاصة مع ظروف الاقتصادية ووجود قطاعات واعدة تعول عليها الحكومة بالتالي أعتقد 14 مبادرة من مبادرات تنفيذ في القوى العاملة أعتقد حسب متابعة هناك اهتمام قبير جدا من القوى العاملة أتمنى كذلك مبادرات الأخرى في القطاعات الثلاثة أن تأخذ نفس الأهم ويدفع بها دفعا من إنجاحها ومن ضمنها طبعا البرنامج الوطني لتنمية القيادات في القطاعات الثلاثة مهندس أحمد هل تقوم اللي جاء القطاعية بعمل ميداني في بيئات العمل بالقطاع الخاص هل تزور الشركات الكبيرة المتوسطة وحتى أيضا الصغيرة أيضا هل تتابعون الخريجين بين الحين والآخر من ضمن مسيرة عمل اللي جاء القطاعية اللي جاء طبعا تقوم بمسوحات ميدانية وتكليف بعض البيوت الاستشارات بالقيام لأننا نريد معلومات دقيقة وقريبة من الواقع فنعم اللي جاء تقوم بالمسوحات أساس تأكد أن هناك نقص في القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع وطبعا هي عملها تربط طبعا الأرض الواقع بالقوى العاملة يا قوى العاملة في نقص في وظائف معينة نقص في تخصصات معينة فهذا هو عمل اللي جاء القطاعي أنه تربط بين المجال العمل الميداني وأيضا وزارة القوى العاملة التي هي طبعا عندها كليات تقنية ومراكز للتدريب فالمسوحات هذه جدا مهمة تعطينا نحن بيانات من أرض الواقع أنه هل في نقص في تخصصات معينة الكليات مراكز التدريب المهني يعني تؤهل تخرج خرجين كميات كبيرة بس هل سوق العمل يستوعب هذه المخرجات أولا ثانيا العلوم التي تدرس في الكليات والمراكز هل هي الآن يعني النقص وأيضا هيئة التنظيم هل زورتم الدقوم المهندس أحمد لجنتنا لم طبعا أعتقد هذا تزور الدقوم بس أعتقد هذا مقترح جيد أنه نزور كلجان كأعتقد مجموعة من اللجان لأنه في احتياجات مثل ما تفضلت كبيرة ونحن لازم نتعرف على النقص الذي عندهم حتى ممكن نكون عامل مكمل لنقص الوظائف الذي عندهم لأنه أيضا نحن عندنا قطعات كبيرة وفيها أيضا عمالة وطنية ممكن ترفض فيها منطقة اقتصادية في التقوم من خلال العينات من المعلومات التي تجمعونها في ضوء هذا المسح ما هو الارتباط بين هذه اللجان ومجلس التعليم من خلال يعني طرح كثير من التخصصات التي ربما تستقرئ المستقبل اليوم الخطة التاسعة كما تابعتم طرحت خمس قطاعات ثم تنفيذ يعني حددها بثلاثة قطاعات الخطة يعني واضحة المعالم الآن تنفيذ مركز على هذه ثلاثة قطاعات كما تعلمون هل هناك رابط بين هذه اللجان ومجلس التعليم للتخصصات القادمة تعلمون أن في بعض المناطق الاقتصادية هناك تخصصات جديدة على سوك العمل المحلي صحيح نعم فيه تنسيق لكن يكاد يكون غير مباشر يعني أحد أعضاء اللجان أعضاء أيضا مجلس الأمناء في الكليات التقنية فعبر منافذ أو محطات نحن طبعا نرفض نحاول قدر الإمكان نرفض بالجهات التعليمية وزارة التعليم العالي بالنقص في الوظائف جامعة سلطان قابوس أيضا لكن طبعا هذا يعتبر غير مباشر وأيضا هذا يستفاد منه كثير لأنه أعتقد أنه معظم التعليم العالي الجامعة سلطان قابوس يعني تكون بعيدة شوية عن الميدان فاللجان عن طريق وزارة العمل ترفض الأرقام ترفض النقص وعن طريق طبعا في مجالس فينا أعضاء اللجان قطعية رؤساء اللجان أيضا هم أعضاء في بعض المجالس العلمية فيكون في ربط غير مباشر مهندس توقفتم عند نقطة في غاية من الأهمية وهي أن تحسين بيئة العمل تعتبر جسر عبور لالتشغيل للكادر الوطني من خلال أيضا هذه المسوحات ومتابعاتكم الميدانية ما هي المخالفات التي اطلعتم عليها في بيئات العمل والتي كانت وراء ضعف تقدم في التعمين لدى بعض الكطاعات حتى نكون أيضا محددين بالضبط يعني هو بيئة العمل يعني يمكن احنا واخذنا قطاع النفط قطاع النفط طبعا يمكن من أقل من القطاعات الموجودة يعني قطاع مستقر قطاع مثلا ما تفضل السادس أيضا سالم أيضا بالنسبة للرواتب بالنسبة للحوافز أعتقد أنه من قطاعات المتميزة جميع القطاعات التي فيها أيضا استقرار الاستقرار الوظيفي هو اللي يجلب بيئة العمل المستقرة من حيث الرواتب من حيث الحوافز من حيث أيضا التدريب هذا هو جوهر الحل أستاذ سالم ورد من بين التحديات التي ذكرت تطبيقات الحد الأدنى للأجور في الواقع لدى بعض الشركات بالنسبة للملتحقين الجدد خاصة يعني بصرف النظر عن الخبرة والمؤهل كل ملتحق جديد تعامل بعض الشركات بأنه تطبق عليه الحد الأدنى للأجور كيف تتابعون هذه المسألة من خلال فرق التفتيش وأيضا المساءلة حقيقة يعني الموضوع الأجور يعني من ضمن الأسئلة التي طرحت بكثرة هناك جداو القانونية معلنا نعم بكثرة حقيقة من صادة العظام في القلسات الماضية وطرحهم ربما كان أيضا مختلف نوعا ما يعني بين عضو وآخر والبعض منهم طبعا يتساءل كيف نستطيع أن نطبق الحد الأدنى للأجور بين الشركات الكبرى والشركات أيضا الصغيرة والمتوسطة ودائما نحن نقول أيضا الحد الأدنى والأجور معمول في أغلب دول العالم وهو يعتبر الحد الأدنى للقوة العاملة الغير ماهرة أو شبه الماهرة أقل تقدير حيث لا يقوز أن عامل أو مواطن خريق يحمل شهادة جامعة وأعطيه الحد الأدنى الأقول له 325 في المقابل أيضا مواطن يعمل في نفس الشركة لا يحمل أي مؤهل وأعطيه 325 ريال فطبعا ليس من باب العدالة هل ضبطتم هذه المخالفات؟ طبعا فيه هناك أيضا لكن موضوع كم الراتب القامعي وكم الدبلوم وكذا هذا غير محدد هناك يعتمد على لائحة نظام العمل وأشيرها في القصة وعلى القطاع الخاص أن يحسن العروض وعلى القطاع الخاص يحسن العروض يجب على القطاع الخاص أن المادة حددت كل منشئة بها 15 عامل فأكثر أن يكون لديها لائحة نظام العمل وبها سلم للأجور وبالتالي يجب أن تكون هناك في وضوح رغم أن بعض الشركات تعطي الأجور لنفس التخصصات لقوى عاملة وافدة يعني حقيقة رواتب كبيرة وأيضا تسهيلات كثيرة طيب أستاذ سالم يعني على ذكر القطاعات قطاع السيارات مثلا اليوم من القطاعات المخضرمة حقيقة في السوق العماني كما تعلمون يعني يمتلك فروع في الولايات والمحافظات أما آن لهذا القطاع أن يعين مديرين إقليميين في المحافظات نحن حقيقة يعني ما نتكلم على مدير إقليم أو مدير مبيعات نتحدث أن قطاع السيارات يفترض أن يكون نسبة التعمين أفضل بكثير وكان الحقق حقيقة التي غير مقبولة بأن لا يوجد مثلا من هناك مؤهلين لقطاع السيارات اليوم لدينا مراكز تدريب حقيقة أغلب مراكز اليوم همانيون يديرون معارض السيارات نعم فيفترض حقيقة قطاع السيارات أن تكون نسبة التعمين أفضل من كذا تصريح وقطاع غيار وناجح هناك لدينا الآن معهد متخصص لقطاع السيارات أقاموا القطاع الخاص ومشارك بي حتى وكالات السيارات إذن هناك ضعب في هذه المسألة نعم هناك ضعب لكن نعول كثير لهذا المعهد بأن مخرقاته سوف تغذي هذا الطعام سعادة المهندس واضح أن أيضا القطاع الخاص بحاجة أو الباحثون عن العمل الملتح يكون بالقطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف بأن بداية الغيث قطرة وبأن دائما النجاح يولد من رحم التحدي كما قدمنا وبأن النظرة النمطية تجاه العمل في القطاع الخاص يجب أن تتغير من الآن مع تضاع الفرص في القطاع الحكومي ما هو دوركم في مجلس الشورى للتثقيف والتوعية وأنتم منتشرون في طول البلاد وعرضها من خلال أعظام مجلس الشورى باختصار يعني أنا أتفق معك تماما النظرة الآن يجب أن ننظر إلى العمل الإنتاجي يعني المنتج وهو حقيقة موجود حاليا في القطاع الخاص وسوف يستمر في التواجه بالقطاع الخاص بالتالي يجب فعلا أن وعي شبابنا من خلال وجودنا في ولاياتنا وكذلك من وسائل العلامة المختلفة حول همية أن الشاب يبحث عن العمل الذي فيه إنتاج العمل المنتج وهو طبعا محله حاليا في القطاع الخاص وهذا هو العمل اللائق واللي يستطيع أن يترقم من خلاله نحن حقيقة مجلس الشورى سواء كلجنة معنية كأعضاء أو خلال من جلساتنا أو خلال حضرنا في العلام نوجه الشباب وأعتقد الرسالة واضحة ووصلت إلى الشباب وهناك تغير حقيقة حتى دخلت وسائل التواصل الاجتماعي ترى الشاب بدأ يتكلم عن القطاع الخاص هل يجب موقع في شبكة الإنترنت معلومات العالمية للجنة على حساب المجلس في حساب المجلس يقوم بنشر جميع أخبار اللجان وكذلك من خلال متابعتنا حقيقة وخلال تواصل كثير من البحثين عن العمل قبل استضافة مع الشيخ هم مقبلين وحقيقة راغبين في الدخول في إخضاء الخاص أعتقد أن الدور على القطاع الخاص أن يقوم بإحتباء الشباب العمانية أعطاهم فرصتهم وهذا حقهم حقيقة أن يمساهموا في بناء البلد من خلال المؤسسات القطاع الخاص أنا أقول دايما على أصحاب المؤسسات أن يحتوي شبابنا العمانية أعطوهم الفرصة الكاملة وكذلك إن كانوا فعلا بحاجة الاستثمار في رأس الماء البشري يعني هي مسؤولية مثل ما ذكرت في البداية يعني وطنية هذه الشركات تعمل في السلطنة وربما بعضها ناجحة وصنعت نجاحات من السلطنة حقيقة بالتالي يجب أن تعيد كذلك نفس الشيء يعني الدور والصاحب الجلالة ذكره هذا في خطابه في منجلس عمان أنه على القطاع الخاص أن يرد الجميل أن يقوم بدوره ويرد الجميل وأعتقد أنه إذا الشاب إذا أعطي فرصة وبدأ أن يدخل في هذه الوظيفة يستطيع أن يثبت وهناك نجاحات حقيقة إذا القطاع المصرف نجح نجح بالعمانين وإذا قطاع النفط نجح بالعمانين كذلك نسب جيدة هل العمانين ولكن يعطي فرصة مناسبة ساعتك في 30 ثاني لو تكرمت معرض الوظائف الذي أيضا طرح كفكرة في فبراير القادم كيف تحضرون له وما هي أهدافه نعمل أن نلتقي مع وزارة القوى العاملة ونكون حاضرين معهم ودافعين لهذا المعرض ونحس الشباب على الحضور والاستماع وكذلك المؤسسات أن يكونوا معنا على طاولة واحدة سيدعى له رؤساء تنفيذيون من الشركات حتى تتم صياغة قرار معين نتمنى أن يكون وحسب ما طرح من السشورة أن يتم توقيع العقول هناك في نفس المعارض نفسها بين صاحب العمل والباحث أن العمل وهي أعتقد فرصة وتوجه جميل ومشكور عليه يعني القوى العاملة وزارة قوى العاملة هذه المبادرة نعم شكرا مشاهدين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيوفنا سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لقلة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى الأستاذ سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة والمهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه نشكر ضيوفنا مرة أخرى ونشكركم مشاهدين الكرام أينما كنتم على لطيف متابعتكم في أمان الله شكرا شكرا شكرا